اشتركوا في القناة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزري وبمشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي ألمين العام لمجلس التعاون وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزري بما في ذلك متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون وقرارات المجلس الوزري والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزرية المختصة في مجالات التعاون الخليجي المشترك والتقارير التي أعدتها الأمنة العامة بشأن القضايا المتعلقة بمسيرة التعاون الخليجي المشترك كما بحث المجلس الوزري مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك خدمة لمصالح الدول الأعضاء والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتنسيق مواقف دول المجلس في المحافل الدولية وتبادل الدعم في الترشيحات المتعلقة بالمناصب وعضويات المنظمات والهيئات الأقليمية والدولية